موسيقى مكاملين مع حضراتكم ومهرجان العالمين ومفاجآت مهرجان العالمين والصوت المصري الطرب الأصيل اللي بيجمع ما بين عملقة الزمن الجميل رشدي والعزبي اللي قدر بسرعة الصاروخ يدخل قلوب الناس ويعني يحجز مكانه في أرض الشهرة والأضواء رحبوا معايا بالفنان ريدا البحراوي مساء الخير عليك مساء الله يا فنان سعيدة أنت موجود معايا في مهرجان العالمين والناس منتظراك والحفل سول داوت والناس جاية تسمع ريدا البحراوي الحمد لله دا توفيه من عند ربنا الأول وبركة ضع الولدين وأنا مبسوط أننا في مهرجان العالمين دي حاجة بالنسبة لك بلا قوي 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 وكان نفسي فيها بصراحة من زمان أن أنا أكون في مهرجان العالمين وأشارك معكم حضرت إزاي للمهرجان؟ وإيه اختلاف اشتراكك في المهرجان؟ غير بقى الأفراح وإنت بتحب الأفراح بتحب تكون موجود وسط الناس مهرجان حفلة مختلفة أوه مهرجان العالمين جالي توفيق من عند ربنا والحمد لله اشتغلت على نفسي كتير وموضوع الأفراح اشتغلت أفراح كتير وحفلات كتير بس المرة دي النهاردة آآ يعني المهرجان ده مختلف بالنسبة لي قوي 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 وحلو بالنسبة لي قوي وأنا مبسوط جداً والله الجمل بتاعتك في الأفراح أنك بتفضل تقودها على السوشيال ميديا وبتعمل ترند والناس حفظاها وحنفضل أبطالها لحد ما نبطل أنا شوفت الفيديو بتاع حودة وهو بيعاية وإنت حضنه وفضلت وتغنه مع بعض تقول الفرح لحد ما بقى دحكيته من هنا لحد هنا أنت كل الأعمار ما شاء الله بتحبك كبير وصغير وكل طبقات المجتمع بتسمعك الحمد لله ودي مش حاجة سهل الحمد لله ريدا البحلوي بيشوف إيه السر وراء النجاح ده السر وراء النجاح اللي أنا توفيق برضو مع عند ربنا الأول وأنا بحب كل الناس وبقى وابيل من جواي وبحب أتعمل في لس صفرة يا ريدا يعني فيه كتير بس ربنا كتير ها وإنت في الوقت بتبعت لهم رسائل في الأغاني آآ آآ بنفضل لقول إحنا إيه بقى إيه آآ ربنا ما شميتهم فينا آآ آآ اللي حطين عينيهم علينا بس الجملة دي كلام تبقى ارتجالية يعني هاي بجيلك كده برافرع على الستاديو آآ عايزة كمان أتكلم معك على تترات المسلسلات وأغنية فيلم البوعبع ومكسرة الدنيا دي دي وبينك وبين مسلم حمد لله مسلم طبعا محترم حد محترم مسلم ومطرب كويس جدا وأنا مبسوط أننا شاركت مع مسلم ومسوط أننا شاركت مع الأستاذ عمير كرارة ولفينا الدنيا ولفينا الدنيا والأغنية قصارت الدنيا وعمت تريند لحد النهاردة الحمد لله وحكايتك إيه مع التترات أنت بتاريت مع تتر هوجن آآ أستاذ محمد عدل إمام يعني هفضل من هنا لحد آخر عمري هفضل أشكر فيه وبجولة أحية برضو الأستاذ محمد عدل إمام هو سبب السعد علي و بتتسائل بي أنا الأستاذ طاري عب سطار طبعا سبب السعد علي كتير وبشكر أخوات السيد البحراء ومدير أعمالي وبشكر أستاذ أحمد جلال برضو مدير أعمالي وكلهم أخواتي وحفايا بيساعدوك في اختيارات الأغاني كل حاجة بتعمل إيه بتختار الأغاني زي عندك معايير معينة وانت بتختار أغانيك لا ما بختارش لوحتي أنا مثلا أغنية جيلي مثلا بقعد في البيت أنا من نوع إن أنا بحب البيت قوي ما بحبش أخرج ما بحبش أصهر كده بيسمع معاك أنا عارفة ما شو الله أنت عندك تماني وليت آه عندي مالك آه عندي مالك آه عنت من الولادة الحمد لله بيغني؟ مالك بيغنسته كويس آه عنده كم سنة؟ بيغني زيك من هو عنده 8 سنين؟ آه مالك آه بيغني زيه وعنده 8 سنين وبتاخده معاك في الحفلات مش كتير يعني طب وإنت شايف أن هو ممكن يبقى زي رضا البحراء تشجعه إزاي؟ ده بتاع ربنا بتاع ربنا ده كل ده بتاع ربنا طب ريلا البحراء المحضر إيه جديد؟ إن شاء الله فيه أغنية جديدة عن الصحاب بس زي صاحبك ده من بختك كده آه صاحبك ده من بختك وفيه ستايل تاني اللي هو فيها عتب شوية كده عالصحاب بتاع اللي حكيلك عني؟ وإنت صدقته آه لا دير تجالي برضو كده عالستانجي كنت بقوله عالستانجي يعني أنت ما بيبقاش في دماغك أنه أنت بتبعت رسالة للناس في الأغاني؟ لا 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 خالص ما بعتش رسالة للناس ولا كده بس ورد يعني موضوع فيه بيعجبني بقوله بطلع على الستانجي ما تليني نقيله على طول وده التلقائية دي أنا شايفها سبب في دخولك قلوب الناس بسرعة صاروخ ما شاء الله الحمد لله أصلي موضوع دي الموضوع دي سماء شعرات آه في حد لبناني ولبنان كلها كده فأنا قلت عمل الشعرات دي في مصر آه يبقى زينا زي لبنان وهو لون خاص بريضة البحراء لون كويس وجاي مع الناس آه لو لقيته مش جاي مع الناس مش مش هقوله خالص مش هتكمل فيه وعدين أي إشعار بقوله مفهوش ولا إسفاف ولا إنت محافظة على مسألة إنه طرب شعبي أصيل لكن في نفس الوقت بشكل إقاعي لازم أمشي تابع الموت أمشي تابع الموت أنا مش دلوقتي ما بقتش بخاطب فئة معينة بس بخاطب فئة كويسة وبخاطب برضو الشعبي وبخاطب هنا كل الناس كل الناس أنا ببارك لك على اشتراكك في المهرجان ومتشرفة أن أنت موجود معنا النهاردة شوالات كسر الدنيا على المصرح أنت سنتظارك مهرجان العلمان ومتنورين بردة المحروم شكرا جزيلا أن نورتنا وأسعادك يا حبيبتي ربني خ 받아 موسيقى موسيقى